اشتركوا في القناة وخلال اللقاء نوها سعادة الوزير بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية وطيدة وما تشهده من نمو وتطور على الصعود كافة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من جلالة الملك المعظم وجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية الصديقة وقال سعادة وزير الإعلام إن مملكة البحرين تفخر بنهجها الحضري القائم على إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام التعددية والثقافات والمستمد من الرؤية المستنيرة لجلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيرا سعادته إلى الأهمية المتزايدة لإيجاد شراكات إعلامية استراتيجية فاعلة وتعزيز التواصل في سياق رؤية المملكة التي تدعم كافة الجهود والمساعي الرامية لإحلال الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانبي أكد سعادة سفير المملكة المتحدة أن مملكة البحرين هي الوجهة المثالية لعقد مؤتمر الاتصالات السنوية بفضل ما تمثله من نموذج متميز للإنفتاح على مختلف الثقافات وما توفره من بيئة مشجعة على الحوار والتعاون مشيدا بما لقيه الوفد المشارك من حفاوة واهتمام وقد قام الوفد بزيارة إلى مركز الاتصال الوطني حيث قام السيد أحمد العريفي الرئيس التنفيذي للمركز بتقديم عرض حول دور ومهام المركز في توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وضمان منظومة اتصال حكومية متكاملة وبناء هذا وقام الوفد بزيارة إلى استوديو مركز الأخبار واطلع على ما يقدمه المركز من محتوى إعلامي وأخباري عبر تسخيره لأحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة وقد أبدى الوفد إعجابه بما اطلع عليه خلال الزيارة وإشاد بالمنظومة الإعلامية المتطورة التي تمتلكها مملكة البحرين انبهرنا جدا بالضيافة هنا في مملكة البحرين من الجميع هذا اليوم تعرفنا على مركز الاتصال الوطني وأيضا مركز الأخبار والتقينا بسعادة وزير الإعلام ونحن سعيدون بهذه الزيارة كانت تجربة رائعة في مملكة البحرين الثقافة والمجتمع مرحب جدا فهمنا وتقربنا للعديد من الأمور وكانت فرصة رائعة لتبادل الخبرات المتعددة قضينا وقتا رائعا هنا في مملكة البحرين الزيافة رائعة جدا وزرنا مواقع عندها وشكرا للجميع على حسن الزيافة شكرا للمشاهدة